طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة التيرا كلاسيك لون كلاسيك برانك سبعة سبعين بسعر صفر فاصلة اربعة صفار ثلاثة تسعة ثلين ماركت كاب تقريبا اربعة مليار تقريبا يومي عفوا اربعمية مليون تقريبا عفوا بوليومي 23 مليون تقريبا يومي تقريبا صعود في البوليوم بنسبة 41% أنا ستغرب من البوليوم الضعيف لعملة تيرا كلاسيك بمعدل 41% صعود في البوليوم صعود العملة بنسبة 2.30% طبعا ستشوف العملة قل البوليوم قل التداول قل كل شي فيها طبعا بعد الهبوط الاخير بدون المستثمرين ينسحبون ويحاولون على عملة البيبيت هذا اللي ستشوفه زي طبعا تابعوني على قناة تليجرام نحط اخبار ما بنقول نحط حركات السوق المتوقعة اللي هي ابرز التحليلات او ابرز الاحداث حتى نحط فيها يعني لو انتم تتابعون راح تشوفون اشياء مهمة والخبر يعني حتى كنا حاطين تحليل قبل فترة ان البيتكوين راح ينزل لمنطقة 28200 تقريبا طبعا هذا اسبوع اللي فات ونبهنا بخروج من اغلب الصفقات الا صفقة لون كلاسيك ما انا ما كنا يعني كنا طلعوا من لون كلاسيك قلنا طلعوا من بي بي قلنا طلعوا من اغلب الصفقات وحولنا صفقاتنا كلها شورت الا هذه الصفقة الوحيدة اللي كانت لون اللي هي عملة لون كلاسيك طبعا هذه صفقاتنا هذه صفقة احد الحيتام في خدمة ادارة الحساب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حقق 218000 200000 في صفقة وحدة ايلا انتهى عزيز المستمع والمشاهد طبعا وهذا احد الاشخاص ربحان ما شاء الله 8000 دولار من خلاص صفقة واحدة طبعا هذه كلها من خلال خدمة ادارة الحساب اللي تقدمها قناتنا ويا مرحبا بكم في اي وقت وهذه يعني لو نشوف حتى في خبر لعملة الانكر الانكر ان في شي قادم اه هل هذا المشروع اللي سوف ينطلق او شو ما كان هل راح يكون بعد انفجار للعملة يعني هذي احد الاشياء اللي نحن نحطيها اللي يعني اني في انفجار يعني انا ما اوصيب بشراء مش نصيح سيثمارية لكن نسأل يعني المهم خلونا نشوف شارت عملة اللونة كلاسك اللونة كلاسك كنا قائلين انها راح يكون في انفجار في العملة مع انه توقعت ان انفجار للأعلى لكن صار انفجار هو عطانا فوليوم بالامانة عطانا فوليوم عالي اول شي يعني من تكلمت حطتنا الشمعة وهذه الشمعة كان البوليوم عالي كان يحاول يصعد حاول 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 لكن عمليات البيع كانت جدا قوية فبدأ ينزل بعدين عطانا الشمعة القوية الهابطة اللي من خلالها سكرت صفقتنا على خسارة تقريبا اقل عن مية بالمية فالحمد لله يتعلى كذي انه نحنا مثل ما تعرفون نظامنا اذا اغلقت صفقة اللي شمعت لاربع ساعات عدنا هذا الخط الصغر او نغلق الصفقة الوين حلوية فالصفقة اساسا انغلقت زين مبدئيا وكنت متوقع ان الارس ايا سنزل بالفعل ارس ايا سنزل نفس الفكرة اللي كنا طارحينها اللي متكلمي عنها بالسابق خلنا مسح بس عشان نبدأ ننظر للسوق نظرة ثانية اذا اني بنتكلم يعني حتى اوكي مثلا لو اهني ايوا جذي صح الستو بلوز بيكون ادنى اللي هو بيكون على صفر فاصل اربعة اصفار سبعة ساعة سبعة ثلاثة في حال اغلقت شمعت الاربع ساعات اننا هذه النقطة نغلق الصفقة مع ان انا السيناريو السيناريو بعدني اقول ايجابي مبدئيا انا اتوقع بتوصل لين هنا وبترتد يعني خلنا نسكر هذا كله يعني مع ان شوفوا هو ممكن هتروح اكثر ليصور فاصل اصفار عشرين طبعا هذا في حال اخترق الى ترند واغلق علىه لان اذا ضرب الترند هني بيضرب اكثر عن شي يعني هني في هذي الشمعة او هذي الهذي المكان وقفنا التسجيل شوي ورجعنا المهم فمبدئيا هذه المنطقة تعتبر منطقة جدا 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 عنيدة من اعند المناطق اللي تمر على العملة حاليا لان دايما تجي مناطق عنيدة طبعا لاغلب ما يعرف ليش انا اقول هذه المنطقة عنيدة اول شي يوجد مقاومة في هذا السعر هذا واحد ويوجد ترند هابط هذا ثنين ويوجد ايضا المتوسط الاسي ميتين اثلاثة ثلاثة ثلاثة عوامل تخلي المنطقة هاي تعتبر منطقة عنيدة جدا 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 يعني اتوقع في حال يعني هيني هالمنطقة حتى راح اضم ربع ما راح ارسم شديده عشان تقدرون تعرفون المنطقة كيف من وين لين لين لحظة هذه المنطقة تعتبر عنيدة جدا 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 والمنطقة هاي بتنزل بعد يعني اتوقع حتى راح تبدأ يعني مع نزول العملة وتتحركها بشكل عرضي فالمنطقة هاي بتبدأ تتحرك ايضا شري يعني بشكل عرضي ايضا يعني مع العملة لانها بيكون متوسط الاسي ينزل والترند موجود والمقاومة موجودة لين لين ما يكسر يعني الحين في حال يحتاج بوليوم جدا قوي ويحتاج مثل ما نقول بوليوم جدا عالي عشان نشوف العملة تروح لمناطق بعيدة مبدئيا انا اشوف اما عني انا راح حط هدف اول هنا راح ابيع على هذا السعر بيكون السعر هذا اللي هو الصفر فاصلة اربعة اصفار ثمانية سبعة سبعة صفر هذا هدف اول هدف ثاني تقريبا طبعا انا بالنسبة لي اذا كسرت هذا سوت شري مثلا غلقت علاه وراحت ممكن تروح لمنطقة جدا بعيدة لكن مبدئيا نحتاج يعني بس هذا هدف اول هدف ثاني ثالث تقريبا يعني نحن نحتاج لمنطقة الاولى هي بالاساس اذا كسرت راح نروح للمناطق بعيدة ما انكسرت يعني بيكون ففتي ففتي يعني انا احني ما راح ما اجزم انه راح يروح لكن ايضا هذا بشكل ايجابي بسيناريا الايجابي السيناريا سلبيت لازم شمعة الاربع ساعات ما تغلق ادنى هذه المستويات اللي هي الصفر فاصلة كم قلنا صفر فاصلة اربعة صفار سبعة تسعة سبعة ثمانية شدي نقول خلصنا ليعطيكم العافية والعملة بعدها في رند هابط يعني بعدها تمشي بشكل هابط للحين ما اعطتنا شكل صاعد ما استبعد ما استبعد ان نشوف العملة في شكل هابط اخير اللي هو بيكون تنزل الى هذه المستويات والله ابدا ما استبعد ابدا ما استبعد ان العملة تنزل الى الصور فاصلة اربعة صفار خمسة ستة ما استبعد ابدا ما عنا فيه ناس بتقول لا ليش لا يعني انا اللي سأشوف العملة يستمشي فاعطينا شكل ترند هابط يعني تقريبا فترة طويلة اللي ترند هذا بدأ من تاريخ خمسة نوبمبر الفين وعشرين يعني من شهر هدعش شهر هدعش تاريخ خمسة شهر هدعش يعني شوفوا كيف اعطتنا بشذي بشذي ها طبعا على المدى البعيدة انا اتكلم بشذي هين شذي هين هنا فما توقع اعطينا موجة اخيرة وبعدها انفجار ما سبع من الموجة الاخيرة عادي يكون فيه موجة اخيرة فكان شذي اقول اذا نزلت ادنى هذا السعر نغلق لانه عادي نشوفها تهبط لهذه المستويات كل شيء وارد شذي نقول خلصنا انا ليش حبيت اذكر هالنقطة لان هذه المنطقة في ناس واي تتحر انه ما راح ينزل يعني لازم تحطيلك مبلغ انك تشتري في هذه المنطقة عشان لو ارتفع تكون مشتري وتضرب وتهرم شذي نكون خلصنا وطبعا تابعونا على قناة التليجرام اللي مش متابعنا يتابعنا يا مرحبابا رابط القناة اسفل الفيديو وغير هاللي حاب يشترك في خدمة دارة الحساب حاضرين من عيوننا وان شاء الله كله خير والله يكتب اللي فيه الخير بس انا في نقطة حبيت انوح عليها دايما 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 يوني ناس يقول لي ها الربح اكيد الربح اكيد حبيبي انا احين راح اتكلم في النقطة هالنقطة زعجني الصراحة بشكل عام في الحياة كلها ما في شي اسمه ربح اكيد انت انت كانسان ما تضمن ان انت لين بقرة عايش صح ولا لا صح هل اي انسان يفتح بزنس شوفه ينجح مبشر مش مقياس ما في شي اسمه بلمية يعني يجيك شخص يقول لك انا عملت كل الحصائيات والحسابات حطيت مؤشر الخطر حطيت حطى المؤشرات كلها اخر شي يفشل ليش لان رب العالمين مش كاتب لك اكيد في شي غلط او في اشياء خارجة عن الطبيعة وخارجة عن ايرادتك فهي هذه الاشياء اللي خلتك تخسر يعني على سبيل المثال اذا نحن نحن نعتبر مستثمرين صغار ونخسر ما بالك ايلون ماسك كبار المستثمرين في العالم يخسرون بالتريليونات وانت طبعا تقول كيف يعني نحن نحن الناس المستثمرين اللي صغار ونخسر ما في شخص اي شخص ايك ويقول لك انا بنسبة الارباح مثلا كذا وتعال نسبة الربح انا عندي مضمونة اعرف ان هذا نصاب انا الشخص اي شخصيني انا بخدمة ادارة الحساب ابلغه لازم ان يعرف ان الخسارة موجودة قبل الربح صح نحن نحاول لنربح وطبعا هذا كله باذن الله لكن لازم تعرف ان الخسارة موجودة قبل الربح لا تدخل مجال وانت عبالك فقط انك بتربح هذا المجال فيه خسارة مثل ما يوجد فيه ربح لازم تحطب بالك انك بتخسر قبل انك تربح عشان تقدر تتقبل الخسارة اذا خسرت شريكو خلصنا يعطيكم العافية وموفجين خير